الكهرباء زي ما كنا بنقول بنقول اه صحيح الكهرباء موجودة بنسبة 100% ولكن مرة اخرى احنا بنتكلم على تطوير حقيقي للشبكة عشان نضمن ان يبقى فيه استقرار للطيار الكهربي فيه تقليل لفترات الانقطاع واستيعاب كل الاحتياجات المستقبلية بتاعتنا ده تغيير كامل لكل المنظومة اللي موجودة تحديث للشبكات للمحولات للموزعات عشان نعمل شبكة جديدة للكهرباء اللي هتبقى موجودة بإذن الله ده النهاردة شغل اللي بيتم على الارض حاليا واحنا بنتكلم مع بعض ده اللي موجود وبيتم على الارض الواقع في الرأي هناك ملحمة اخرى في تحويل وتبطين الترع وهذا المشروع المهم وبحق ده احد المشروعات الكبيرة جدا للدولة المصرية النهاردة بتنفزها عشان نقلل تكلفة التطهير وعشان نوصل المياه لنهايات الترع لما بنزور القرى اللي بتبقى في نهايات الترع دايما اهالينا بيشتكوا من نقص المياه وعدم كفايتها مع تبطين الترع احنا بنتكلم النهاردة في المرحلة الاولى لوحدها 2500 كيلو تبطين احنا انهينا النهاردة 37% منهم بتسعمية كيلو فعلا انتهوا وبنكمل بقية المرحلة الاولى ده الشكل بس عشان نبقى كلنا شعارين ما قبل وما بعد ان شاء الله وعشان كده احنا بنقول لكل اهالينا هذه المشروعات العظيمة اللي معمولة ليكم ارجوكوا حافظوا عليها ولازم نبقى فاهمين ان هذا المشروع هو ليكم بالكامل فلازم نحافظ على البنية الاساسية اللي الدولة النهاردة بتعملها لها ارجوكوا اشتركوا في القناة